بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجيش الاوكراني دفع بهجوم مضاد باحتياطاته في غرب بخموت وهذه نتيجته والجيش الروسي نفذ هجوم كبير بالدرونات على مقاطعات شمال اوكرانيا وتكتيكات الجيش الروسي لمضاعفة الام الدفاع الجو الاوكراني وكشفه وجنرال اوكراني قد لا نعيش حتى نشهد يوم الهجوم المضاد وهذا هو السبب تفاصيل وتطورات مهمة جدا هننقشها باختصار في اقل من 10 دقائق تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة هنبدأ منقشة التطورات الميدانية من بخموت واللي شهدت على مدار اخر 24 ساعة دفع الجيش الاوكراني باعداد كبيرة من احتياطاته في مدن تشاسو فيار وكنستنطنوفكا في اتجاه بخموت لتنفيذ هجوم قوي لدفع قوات وجنر للخلف الهجوم الاوكراني استضم في طريقه بالضربات من قوات الجيش الروسي والمظليين الروس في اجنحة بخموت واللي تسببت في خسائر كبيرة في القوات الاوكرانية ولكن استمرت عملية الدفع بالاحتياطات من جانب الجيش الاوكراني الغرب بخموت ومع وصولهم لمناطق الاشتباك مع قوات فاجنر دخلوا معاها في اشتباكات قوية جدا واستعملت قوات فاجنر راجمات اللهب توس في توجيه ضربات قوية جدا اوقعت في قوات الجيش الاوكراني خسائر ضخمة وفي المقابل فاجنر كمان تحملت خسائر ضخمة من الهجوم الاوكراني وفي المحصلة بعد معارك عنيفة جدا الجيش الاوكراني لم ينجح في تغيير خطوط التماس او دفع قوات فاجنر للخلف بل على العكس قوات فاجنر تقدمت في اتجاهين اساسيين في عملية تطويق داخل التطويق يعني بخموت بالكامل شبه مطوقة والجيش الاوكراني موجود في الاساس في منطقة المرتفعات المحصنة غرب بخموت فاجنر بتتقدم في الشمال الغربي لمنطقة المرتفعات وتقدمت في الجنوب الغربي لنفس المنطقة ومن خارج الدايرة بالكامل الجيش الروسي في اجنحة بخموت بيطوكها كمان والجيش الروسي عشان يمنع تضفق الاحتياطات الاوكرانية لغرب بخموت على قوات فاجنر نفس ضربات قوية جدا بالطيران على القوات الاوكرانية في تشاسو فيار وكونستانتينوفكا واوقع فيهم خسائر كبيرة وبروجوزين بالامس اعلن عن ضرب قائد قوات الدفاع الاقليم الاوكرانية ولكن النهاردة الجيش الاوكراني نفى ان يكون قتل وبروجوزين اعترف بان فاجنر تقدمت بخط المواجهة 100 متر ولكنها تلقت في المقابل خسائر كبيرة جدا وبعد منتصف الليل اصدرت اوكرانيا التحذيرات الجوية في مقاطعات الشمال على خريطة الجوية واللي سبقت تنفيذ روسيا هجوم كبير بالدرونات الضربات الروسية بالدرونات استهدفت ثلاث مقاطعات في شمال اوكرانيا هما العاصمة كييف ومقاطعة سومي وتشيرنهيف الدفاع الجو الاوكراني حاول اعتراض الدرونات واعتمت في الاساس على انظمة المدفعية المضادة لاعتراضها من نوع جيبارد الالمانية وعلى صواريخ المانبادز ولكن تم الابلاغ عن عدد من الانفجارات في المقاطعات التلاتة وعادة الهجمات الروسية بالدرونات بيكون الهدف منها اجبار الجيش الاوكراني على الكشف عن مواقع انتشار دفاعاته الجوية عشان يتبعها مباشرة هجمات روسية بالصواريخ فالروس بيحتاجوا لمعرفة مواقع الدفاع الجوي لاستهدافها وكمان عشان مسارات الصواريخ نفسها تتفادى مواقع انتشار الدفاعات الجوية والتقارير الغربية بتشير لان اوكرانيا اللي كان عندها في بداية الحرب 25 بطارية دفاع جوي من نوع S300 كل بطارية كانت بتحتوي على ما بين 4 الى 6 كوازف صواريخ ربعية اصبح كل اللي عندها من البطاريات S300 16 كوازف يعني باعتبار ان البطارية 4 كوازف ممكن يكون العدد الاجمالي 4 بطاريات فقط فالدفاع الجو الاوكراني بيعاني من نقص كبير وروسيا بتضغط على الدفاع الجو الاوكراني لاستنزافه من حيث عدد البطاريات ومن حيث مخزوناته من الصواريخ ومع مشكلة الغرب في توفير انتاج كبير من صواريخ الدفاع الجوي اصبحت القوات الاوكرانية في وضع صعب لدرجة ان الخبراء الغربيين امام هذا الوضع خياروا اوكرانيا ما بين الدفاع عن المدن او الدفاع عن خطوط المواجهة مع القوات الروسية لان الجيش الروسي الفترة الاخيرة بينفذ سلسلة ناشطة من الضربات الجوية على مخازن الزخيرة وعلى مواقع الجيش الاوكراني ونتيجة الحملة بدأت تظهر في ازمة الزخائر عند الجيش الاوكراني اللي وصلت له بالفعل احدث الاسلحة الغربية ولكنها بدون الزخائر بتكون عاجزة تماما والرئيس اللي تشيكي خلال زيارته الاوكراني يلتقى مع زيليسكي وعرف منه بحقيقة الوضع ان اوكرانيا تسلمت الاسلحة الغربية الحديثة لكن مشكلتها في الزخائر الروس بانتظام بيدمره مخازن الزخيرة الاوكرانية وبالتالي الاسلحة مش هتكون قادرة على القتال اكتر من ثلاث ايام شبكة سي ان ان الامريكية استضافت جنرال اوكراني بيحمل علامة النداء ارسر ومن الواضح ان اسم كودي عشان يتفادوا الكشف عن هويته وعشان تسألوا عن رؤيته للهجوم المضاد المرتقب واللي اصبح حصة يومية في الميديا الغربية قال احنا ممكن ما نعش لما نشوف الهجوم المضاد وقال احنا اكملنا الاستعدادات من حيث تلقي الامدادات بالاسلحة وان نقالك من جوانب كتير في الهجوم المضاد زي الكلام الكتير عنه وان مفيش هاتف في اوكرانيا الا وبينشر معلومات عن الهجوم المضاد وقال احنا مش عارفين موقف الروس هل يعرفوا اتجاهات الهجوم المضاد ومستعدين لتدميره او انهم ما يعرفوش ولكنهم في كل الاحوال بيدربوا مواقع الجيش الاوكراني ومخازن الاسلحة والزخيرة باستمرار وعنصر المفاجأة اصبح مش موجود بخلاف ان الجيش الروسي حشد عدد كبير من قواته ومن المجندين اللي اصبعوا موجودين ومدربين ومسلحين بشكل كويس وكل ما انتظرنا الطيران الروسي بيدمر اكتر في مواقع الجيش الاوكراني ومخازن الاسلحة واذا انتظرنا اكتر ربما لا نعيش لنرى الهجوم المضاد وقال احنا خلاص ما بقى ناش ننتظر الطائرات اللي طلبها زيلينيسكي اكتر من مرة من الغرب ولكنه بيطلب بتعجيل الهجوم وهو نفسه الطلب اللي ممكن يكون قاتل لان القوات الاوكرانية عندها نواقص كتير جدا في المعدات اللي ممكن غيابها يكون سبب في تدمير الهجوم المضاد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته